السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد ومراجعة جديدة لجهاز انفينيكس نوت ايت. الجهاز هنا بيجي من الظهر من نوع البلاستيك لكن بيدي معك اه انعكاسات كده لطيفة كده في الموبايل. اه تحس ان في اجزاء هندسية كده في الموبايل اه مقسومة نصين. اه التاني حاجة هنتكلم عليه هنا الشاشة بتاعت الموبايل هنا بتيجي بحجم سبعة بوصة شاشة كبيرة جدا في انفينيكس. اه بدأت تعودنا ان الشاشات بتاعتها تبقى كبيرة في الفترة الاخيرة. اه الموبايل هنا بيجي بدقة اتش دي مش فول اتش دي ودي اول عيب في العيوب الموبايل. اه البصمة هنا بتاعت الموبايل بتيجي في في الجنب مش في الشاشة نفسها ولا في الخلف. ودي بصراحة اثبات فعليتها اكتر من البصامات التانية. اه فهي سريعة جدا وما بتأثرش معاك في اداة المهام اليومية ولا اي حاجة. تالت حاجة هنتكلم عليها هنا المعالج بتاع الموبايل هنا بيجي من نوع هيلو جي تمانين. وده معالج كويس جدا في الالعاب هتستريح عليه. اه بيشتغل معاك على الاعلى عددات في لعبة بوب جي وكولف ديتي. وبيجي هنا الموبايل بستة جيجا رام ارخص موبايل في الفئة السعرية دي بتلت تلاف جنيه بيجي بستة جيجا رام. اه فانت هنا عندك اه هيلو جي تمانين وستة جيجا رام مع زاكرة داخلية مئة تمانين وعشرين جيجا. اه بسعر تلت تلاف جنيه بصراحة يعني افضل قيمة مقابل سعر هتاخدها في الموبايل دوت بصراحة في سنة الفين وعشرين بسعر تلت تلاف ج جنيه. يعني ما فيش اي موبايل تاني هتلاقيه بصراحة في الفئة ديت بيديك كل الحاجات ديت بسعر تلت تلاف جنيه. اه وطبعا هنا البطارية بتيجي في خمس تلاف وميتين امبير. اه الشاحن سريع معها من اه بقدرة تمنتاشر وط واش اسرع حاجة بيشحن الموبايل معك من صفر لمية في ساعتين. اه الموبايل هنا بيجي من منفز يوس بي طايب سي. والسماعات هنا من نوع ستيريو مش المونو. يعني هما تجي تفرج على الفيديوهات بصراحة هتحس تجربة الاستوريو حلوة جدا. سماع تاعة المكالمات بتشتغل مع السماع الاساسية بتاعة الجهاز اه وخلينا بينا نتكلم عن الكاميرات الكاميرات هنا بتيجي اربعة كاميرات كاميرا خلفية بدقة 1964 ميجا بيكسل وديه الكاميرا اتساسي في الجهاز في الفيديوهات بتشتغل معاك الفيديوهات على ضقة 2K. ودي اعلى شوي من ضقة 1080 اه والموبايل هنا بيجي من الامام بقامرتين. كاميرا امامية 16 ميجا بيكسل وكاميرا تانية اللي عازل بدقة اثنين ميجا بيكسل طبعا مبال مفهوش كاميرات الترا وايد ولا من امام ولا من الخلف اه ودي التاني حاجة في عيوب الجهاز اه بنوخه السريع كده الجهاز كويس جدا كقيمة مقابل سعر اه الحاجة الوحيدة العيب اللي فيه اللي هو مفهوش الترا وايد اه في الكاميرا ولا في الامام ولا في الخلف اه والشاشة بتاعته اه اتش دي مش فول اتش دي والشاحن السريع بتاعه طمانداشر وط يعني اه مش اسرح حاجة بس كقيمة مقابل سعر الموبايل كويس جدا فانت هنا لو حابب اه تشتري موبايل هتدفع تلات تلاف جنيه وتستغنى عن اه الشاشة فول اتش دي بلس اه مقابل الحاجات اللي هو بيقدمها لك ككل فانت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس وتكتبينه في الكومنتات لو الموبايل عجبك اه وانت لو معك تلات تلاف جنيه هتشتريه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته